حد يسأل معلش بقى يعني إن إحنا موقفنا إيه إحنا مصر ممكن يجرى لنا إيه يعني برضو أصل أنا من الناس اللي لسه مقتنعين إنه أي شيء في العالم بيأثر عليك إنت عندك موضوعين مهمين جداً في هذا أو ثلاثة واحد الغاز الغاز المصري هل الغاز المصري حيكون لي دور بديل أو مش البديل يكون جزء من البدائل اللي موجودة في تزويد أوروبا بالطاقة هل إنت هتدخل في هذه المسألة هل إنت هتكون موجود من البدائل ديت ده واحد اتنين علاقتك مع أوكرانيا هامة جداً دي البلد اللي إنت بتاكل منها عيش وأنا مش مبالغ لما بقول كده بتاكل منها عيش يعني إيه يعني هما بيصدروا لك الأمح العيش بتاعك ده متصدر بيجي من الأمح الحمد لله إحنا داخلين على شهر أربعة قرب وحنبتدي نجني محصول الأمح المحلي بتاعنا إحنا احتياجاتنا بالأمح في جزء منها محلية وجزء أكبر بيجي من بره فأنت الحمد لله داخل على شهر أربعة إنت بتجني محصول الأمح بتاعك نمرة تلاتة علاقتك بروسيا لأن روسيا الآن هي داخلها في وضع بتبص للعالم إنت معايا إنت علاية إنت هتوقف جنبي إنت هتعمل لي إيه دول التلات أسئلة اللي النهاردة في مصر حيكونوا همين وطبعا أكيد الإدارة المصرية عندها إجاباتها الواضحة مفيش إدارة في العالم في يعني أزمة زي دي بتستنى لوقت طويل ولكن يعني في مسألة وطبعا في مسألة جانبية شوية ولكنها أهمة بالنسبة لك وإحنا تكلمنا فيها مبارح السياحة الأوكرانية اللي بتيجي مصر كده تفهم إنه إنت مش بعيد يعني إنت تقول إيه يا عم يقليم دونستيك وإيه مش عارف إيه ودنبسك وإيه أنا ماليا لا مالك إيه إنت هتشوف إنت مالك مش إنت بس العالم كله العالم كله في حركة تفاعل مع ما يحدث وما حدث اليوم هو علامة فارقة يعني أنا ما كنتش هافتح بيه الحلقة ولا هتم بيه كده غير لو هو مهم بالنسبة لنا اشتركوا في القناة